وفي كلمته أيضا أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن ثاقته في أن مؤسسات الدولة لن تتدخر جهدا في اتخاذ سياسات ملائمة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وإنني على يقين كامل من أن كافة الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة لن تتدخر جهدا في الاطلاع بأدوارها وتنفيذ المهام المطلوبة منها سواء من خلال اتخاذ سياسات قطاعية ملائمة تتصق أهداف ومحاور الاستراتيجية أو من خلال مباشرة خطط العمل والمشروعات المستهدفة من أجل تحقيق هذه الأهداف